تحركات وضغوط مكثفة من الوسطى لحش إسرائيل وحماس في الزاوية بغية التوصل لاتفاق يجنب الجميع السيناريوهات الأسوأ في الحرب اتفاق يحتاج إلى تنازلات من الطرفين لم يعد الحديث عنها يدور في الغرف المغلقة بل خرج إلى العلن عبر الوسيط القطري الوضع الحالي للمفاوضات هو أننا بحاجة لإبداء مزيد من الالتزام من كلا الجانبين ومزيد من التنازلات من الجانبين ليس من الجانب الإسرائيلي فحسب ولكن أيضا من جانب حماس وطالبت قطر الطرفين باتخاذ ما وصفته بالقرارات الصعبة وحذرت من أن أي تأخير يحمل مخاطر وأتمنى أن يعي المسؤولون من الجانبين هذا الأمر فكل يوم يمر دون تواصل الاتفاق تزداد المخاطر التي يتعرض لها الرهائن والمدنيون في غزة جهود مماثلة تقوم بها القاهرة التي تنتظر ردا من وفد حماس الذي يزورها الاثنين على عرضها لوقف إطلاق النار الذي طرحته وناقشته مع الطرف الإسرائيلي قبل أيام وفي سياق المساعي ذاتها يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الرياض ويلتقي فيها وزراء خارجية عرب من بينهم وزيراء خارجية مصر وقطر مع تكثيف الجهود والضغوط ظهرت مؤشرات على إمكانية الاتفاق مصادر فلسطينية مطلعة كشفت عن تغيير كبير في طريقة إدارة حماس لملف تبادل الأسرى والمحتجزين وفقا لهذه المصادر فإن من يدير الملف حاليا قائد حركة حماس في الداخل يحيى السنوار وأن قيادة الحركة في قطر لا تمانع في أي صفقة توافق عليها قيادة غزة مؤشرات المماثلة صدرت عن إسرائيل القناة الثانية عشرة أفادت بأن المؤسسة الأمنية في البلاد تدفع باتجاه الموافقة على صفقة التبادل وتعتبرها أهم وأجدى من عملية عسكرية في رفح ترجمة نانسي قنقر